بسم الآب والابن وروح قدس إلهنا الواحد أمين اليوم الحلقة رقم 3 خدنا يوم الأحد مساء لماذا تسألني ومبارح خدنا لماذا تضربني النهاردة هناخد لماذا ارتجت الأمم وده سؤال موجود في المزمور الثاني والرسول بطرس هو اللي قال ان داود اللي قاله بمعنى انه مش مزكور المزمور ده معنوا لداود لكن الرسول بطرس هو اللي قاله في سفر الأعمال الصحر 4 خار النص اللي موجود في سفر الأعمال الصحر 4 يقول كده ولما أطلقا بطرس ويحنم ولما أطلقا أتيا إلى رفقائهما وأخبرهم بكل ما قالوا لهما رؤساء الكهن والشيوخ فلما سامعوا رفعوا بنفس واحد صوتا إلى الله وقالوا أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب الباطل قامت ملوك الأرض واكتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنع عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة ما يقدر لسه يلوث القدوس إلهنا كما تعلموني أحب أن المسيح إلهنا في ميلاده وموته هو ملك الناس أو اليهود مش قابلين ده لكنه دي الحقيقة ذكركم بالآية اللي قالوها المجوث أين المولود ملك اليهود الكلمة مش عجبة اليهود ولا عجبة هيرودس لكنها كلمة آتية من السماء على فم المجوث وذكركم في يوم صلب المسيح بلاطس كتب عنوان علته ومرة أتكلم عن عنوان العلة دي قال إيه هذا هو ملك اليهود فميلاده وممته وما بينهما هو ملك فالملك المسيحي لهنا شكله غريب ملك غريب يا أخي إهنا نعرف أن الملك عنده بزخ وعنده صلاحيات وسلطات وجيش ملك بالمسيح ظهر كملك غريب شوي وربما هذا الملك مرفوض من كثيره لكن وقف قدام الملك دو حاجة غريبة جدا تعرفين إنجيل يوحنة إنجيل اللي يسموه الإدسين إنجيل يخاطب السماء ويتحدث عن السماء فإنجيل يوحنة يتحدث عن المسيح الله الظاهر في الجسد لكن قصاد هذا موجود واحد اسمه رئيس أو ملك للعالم اللي منكو بس ترجع البيت تفتش إنجيل يوحنة هتلاقي تلات مرات يتحدث إنجيل يوحنة عن واحد اسمه رئيس هذا العالم ده مين؟ الشيطان رئيس هذا العالم تلات مرات قدام كده ما يوحنة شاف إنه وسجل تلات مرات أما جي كتب سيف الرؤية راح في إصحاح واحد اللي هو رؤية اتناشر يقول ترح تلات مرات هذا رئيس العالم اللي ليه سولجان هو نفسه يوحنة بيقول عنه أنه ترح والسؤال لماذا ارتجت الأمم وقامت الشعوب لماذا يخاف الملوك من المسيح ده سؤال أنا بسأله أولا لأن أعمالهم شريرة تتذكروا اللي منكم بيقرأ الطاريخ المسيحي في بعض الملوك في القسطنطينية في بيزنطا كان ملوك مسيحيين منهم ملوك كانوا البسوخيش يعيشوا بنسك شديد ومنهم ناس ما جوزوش مع أنهم في الملك واعتبروا حياتهم أنها حياة لابد أن تمجد المسيح مع الملك فالصبح لابس الحلة الملكية أما بيروح بيخلص شغله يدخل لسكنه يلبس توب ثوب من ليف انطلاقا من أنه عايزين يعيشوا للمسيح لكن في زمن المسيح كان موجود الملوك اللي اسمهم ملوك أشرار ويكفي أن بس برضو في التاريخ عندنا في التاريخ المسيحية الأول عندنا تلاتة باسم هيرودس هيرودس من حضر ميلاد المسيح هيرودس من حضر حياة المسيح وقابلوا المسيح هيرودس من حضر حياة الأباء الرسل كلهم اسمهم هيرودس فالجد والابن والحفيد بيد عننا كلهم شر لماذا يخاف هيرودس من المسيح ما رأيك أنه كأن المسيح في ميلاده أرعب الملوك وبيمثلهم هيرودس وبيلاطس أول حاجة عملها هيرودس في ميلاد المسيح يقول كده أمر فقتل صبيان بيت لح من ابن سنتين فما دون طب بتأتي العيال اللي قال ما يبقى شي ملك تاني هيرودس ده اللي بتكلم عنه اللي سموك جد عمل كارثة قبل ما يموت فاكرين لما يوسف كان عندنا في مصر يوسف النجار البار وقال له إيه قال له خلاص ارجع إلى أرض إسرائيل لأنه مات الذين يطلبون نفس الصبي مات إزاي هيرودس ده مات بحادثة شنيعة جدا جدا جات له ألام رغيبة قبل موته وكان بيصرخ عمل كارثة رغيبة أمر قتل كل الناس قريبه بيقوله حوالي سبعين واحد قتلهم وخلص عليهم عارفين ليه لأنه أطباء قالوا له أنت هتموت كمان شوية الراب تتموت فألم ما موت ما حدش يحزن علي ما حدش هيحزن ولا يبكي علي فلازم يبقى فيه كله كله نواح فخلص على كل قريبه فأكل بيت فيه جنازة فيقوله زعلانين على هيرودس لماذا يخاف الملوك من المسيح لأن أعمالهم شريرة ما رأيك بقى في هيرودس اللي في حياة المسيح اللي هو الابن مفاكرين يوم جمعة ختام الصوم اللي منكو حضر يولجأ إليه في الرسون وقال له هو زي هيرودس مزمع عن يقتلك عايز يخلص عليك ده الابن قال لهم اذهب وقولوا لهذا السعلق رحوا للتعلق ده أعمالهم شريرة الملك أحبة وأي صولجان في الحياة تملي يدي عظمة وكبرياء لما تاخد شوية مراتب في الدنيا وأخاف أقول برضو في الخدمة مرات الناس يحصل لهم نوع من يفرد نفسه كده على الناس خاف الملوك من المسيح لأنه ملكه مختلف تماما عن هؤلاء عشان كده يقول لي ما زرتجت الأمم وقامت الملوك وتآمر رؤساء معا ليه بيعملوا كده قال لك لأن أعمالهم كانت شريرة لماذا يخاف الملوك من المسيح حاجة جميلة لأنه لا يخاف منهم ودي حاجة حلوة نفسي تتعلم أنك ما تخافش من حد يبقى عندك قلب بطل جواك بطل ما تخافش من حد من اللي بيخاف ما تزعلوش من اللي بيعمل غلط أول ما تعمل غلط ركبك تخبط في بعضك تتذكر وبالتشصر الملك بتشصر الملك في سفر دانيال جاب آنية الرب وبيشرب فيها ويسبح آلهة الزهب والفضة يقول وظهرت يد كاتب على مكلس الحاقت فيقول الكتاب فاستكت ركبتها وانحل خرص حقوي والناس حوالين الملك يقول له جلالة الملك ملك ما تمسك نفسك كده يقول لي مش قادر أمسك نفسي لأن المسيح لا يخاف من أحد وهذا هو قلب المسيحي لكن للأسف بلاء مننا ناس خوفين جامد لا يخاف منهم ولم يرهب الملوك وهكذا حدث مع كل الإدسين العظماء إنه مش بيخاف من حد ونفسي يعلمك كده عايز ترعب اللي قدامك بتخافش منه مهما كان شنبه بكلم الرجالة ما تخافش من حد لماذا خاف الملوك من المسيح ارتجت الأمم لأنه لم يخاف منهم بقول بنخاف عشان إحنا بنعمل خالط يقول في سفر الأمثال الشرير يهرب ولا منطارد عارفين أن الناس في الشرطة عندنا منزعلوش مني اللي بيسمعوني أمناء الشرطة ما هماش يعني يوغدين تدريبات عالية لكن يعني تعمل غلط كشابة ما تخليش حد يزلك يا عزيزتي ما تعمليش غلط وتوصلي للمزلة واحد واخد صورتك وبيزلك بيها عايزة ما تخفيش خليك في القداسة ارتجت الأمم من المسيح لأن المسيح لا يخاف والمسيح مطلوب منه لدرجة أن المسيح إلهنا بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم لدرجة أن إنجيل معلمنا متى أشار للجزء ده يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها يعني بيقول لك هو دوره ممكن يوصل لجسدك لكن روحك يعني محمية يعني الأخ اللي نحر أبونا أرساني وسوديد دوره فين فقط في الجسد الآن أبونا في المجد وبيستمتعوا فرحان جدا والغلبان ده هيتعدم قريب وخلصت الستو فما خافش منه لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد لكن الروح لا يستطيعوا أن يقتلوها هكذا هو الإيمان المسيحي للأسف للأسف دعية المسيحيون في مصر في أقونا أخيرة أنهم خوافين نحن مش خوافين نحن مش خوافين إحنا لابد أن يظهر مننا أبطال إيمان وأدب جم في اللسان أبطال إيمان وأدب طريقة كويسة في الإجابة عن أسئلة الناس لماذا يخاف الملوك من المسيح قلت لأن الملوك أعمالهم شريرة لأن المسيح لم يخاف منهم لأنه أيضا أنه منتصر إلى الأبد الملوك بيعودوا سنين صح بيقولوا أكتر واحدة عادت في ملك الملكة فيكتوريا عادت سبعة وستين سنة ملكة لأنها ملكة إنجلترا العظمة وكانت تحكم كالتاريخ بيقول ربع الأرض أما قالوا هذه مملكة بريطانيا العظمة التي لها تغرب عليها شمس مش مقصود بها ده بالعكس ده الصحف في إنجلترا مليانة والشمس مش بينة قوي لكن لأنها تملك في أفريقيا ففي شمس تملك في مصر لأنه في شمس كانت تملك ربع الأرض بس عادت سبعة وستين سنة في الملكة ماتت الملكة فيكتوريا وفي زمنها اصدهرت بريطانيا لدرجة إنه في ميادين باسم الملكة فيكتوريا لكنها ماتت أما قال السفر المزامية لا تتاكلوا على الرؤساء ولا على من البشر تخرج روحهم فيعدون إلى ترابهم فاكرين الملك يرودوس لما هو الإب لما لبس الحلة لا الحفيد لما لبس الحلة الملكية وتكلم كأنه صوت إله قاله هذا صوت إله لا صوت إنسان يقول فضربه ملاك الرب ففي الحال دود ومات فخاف من واحد يعني وقته قليل واحد من الأشخاص بقوله بقوله كان يعني في حكمه يعني بقوله حضرتك ماشي قال يعني ماشي تقوله حركة تسيب الكرسي اللي أنت عاد عليه قال لي آه طبعا تقوله والكنيسة باقية أنت حضرتك ماشي من الحكم لكن الكنيسة باقية مر كام ملك أشار ملك ظهر في التاريخ مين نيرون دخلة ديانوس إريانوس كل دولة دولة أشار ملوك ظهروا في التاريخ أين هم لأن المسيح ملك يسموه ملك إلى الأبد ودي حاجة تخليك كنت لسه في كنيسة الإدسين بكلمهم عن السباحة ضد الطيار كيف تسبح ضد الطيار بقولي ساعات الواحد يبقى عينيه تتملي من اللي في البشر يعني يقولك ده حياتي ده فلان ده حياتي ده عمري ده مش عارف إيه يا عزيزي لما يكون المسيح هو الملك بس بتاعك يعنيك تبقى مليانة بيه بس هو اللي مالي حياتك مالي عينك كل اللي انت شايفهم دولة يقول والعين لا تشبع وانا بتكلم في كنيسة الإدسين بقول بقول اما الواحد كان خاطب مش انا يعني اشكر الله لكن لما الواحد كان خاطب اه اه كان خاطبته دي كل حاجة اين هذه المشاعر الآن فين المشاعر دي اللي كان كل عمر البنت بتعلقت نفسها بهذا الشاب وبعدين يعيني بتتصدم وتتفاجئ ان هي فبقول الاسهل ايه انك عينيك يلكحل عينيك بكحلة لكي تبصر خلي عينيك متكحلة بس بالملك بالمسيح الذي يدوم افترض ان فيه واحدة بتحب واحد والاخ ده مات قبل او بعد فازاي ترتبط بيكون كل عمرك متعلق بشخص يزول شخص هيموت فتخيل بقى كل عشان كده ناس هقول لكم نصيحة انا عايزة عمل سلام بين اللي متجاوزين النصيحة يعني اه انت لازم تحب مراتك وانت كمان لازم تحب جوزك بس في نفس الوقت انت عينيك مليانة بالمسيح اما تبقى عينيك مليانة بالمسيح يحصل اي ظروف هناك اناس اصيبوا بامراض نفسية لانهم اتصدموا لان كان يظن ان ده الملك بتاعه شريك الحياة ده الملك فحصلوا لغاية امراض نفسية والان هم في مستشفيات لكن بقول لان الملك اللي بنعبده ملك منتصر يقول عنه كتاب اسمه سفر رؤية رئيس ملوك الارض في رؤية واحد اسمه رئيس ملوك الارض في رؤية سبعتاشر اسمع الاية دي بس عشان تبهر يقول هؤلاء سيحاربون الخروف بتكلم عن عشرة ملوك هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لانه رب الارباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون رؤية سبعتاشر في رؤية واحد اسمه رئيس ملوك الارض في رؤية سبعتاشر ملك الملوك بس اللي حاربهم اسمه الخروف لماذا تخافوا ايها الملوك من المسيح تخافوا منه ليه سؤال صعب شوية واختم بيه عشان الوقت لماذا الى الان يرفض المسيح بيرفض والرفض ده موجود باشكال كتيرة جدا في خجل شديد اقول بمرات من المسيحيين لماذا يرفض المسيح لانه انا معرفوش انا حط قدامك شهيد زي القديس الشهيد الصغير الطفل ابا نوب وحط واحد دلوقتي والاتنين في مقارنة ولد يجاهر صبي صغير يجاهر بامانه قدام الملك ويتعرض للقتل وراجل كبير واسمه مسيحي بينكر المسيح والاجابة ببساطة ان ابا نوب الشهيد بيعرف المسيح بحب المسيح تعرف عليه في الكنيسة وهو صغير حبه وارتبط به وقدم رأبته لماذا يرفض المسيح الآن؟ يرفض أولا من الذين لا يعرفون زي بها الرسول بقول السجل عنه يقول عنه وكنت أفعل أفعال مضادة لإسم يسوع الناصري طيب اسمك شاول بتعمل عمل مضادة طيب بتعمل الرجال والنساء ويسوقهم إلى الحبس مش بس كده كان يحط صفه قدام هو اللي قال وألقي قرعة كان يرعب الناس حط عشر أصاده ولأنها موت واحد منه كون فهختار واحد بس اختاره ازاي بقرعة ويسيب عصبهم يدقل بيوت المسيحيين وينهبها إرهابي رهيب كنت أفعل أفعال مضادة لماذا يرفض المسيح؟ لأنه لا يعرف لا يعرف وهو نفسه بعد كده يقول الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي لماذا يرفض المسيح أحبة؟ لأنه فيه آية مهمة جدا عندما تجد شخص غير ما تتخض من الكلمة ولا ده أقول آية في الكتاب بس عندما تجد شخص يقاوم المسيح ويرفض المسيح اعرف تماما أنه متأثر عليه من حاجة بس حاجة خفية يقول عنها في كورينسوس الثاني يا صاحة أربعة الذي فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أزهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنجيل مجد المسيح أعمى أزهانهم يعني إيه؟ يعني واحد قدامك متعمي طب ما تشوف ما أنا هحط قدامك شاول الترسوسي هحط قدامك بوليس الرسول عارفين ربنا أثبت عماه إزاي؟ ربنا أثبت العما ده إزاي؟ عشان في كرة وبقولها من قلب صادق يا عنا الرسول لما النور ظهر له حصل له حاجة في عينه فما جاء حنانية أسقه في دمشق حط إيده عليه يقول وقعت قشور من عينه فبيقول فيه كانت على عيني قشور يعني ما بتشوف واحد بيرفض المسيح أعرف تماماً إنه إله هذا الدهر قد أعمى أعمى حط عما على عينه وما أكثر العميان في كل العالم لماذا يرفض المسيح الآن؟ لأن الناس مش عايزة الموديل بتاع المسيح ده يانش عايزة الموديل ده إحنا إيه يعني وفتر علينا ويديقونا مش عايزين موديل ده أنت عايزين موديل موديل اليهود خلي بالك ده الموديل بتاع اللي أنت عايزه ده اسمه موديل اليهود آية بتتقال في سفر النشيد ومرة مرة أبقى أشرحها بتفصيل بس أقولها جملة في سفر النشيد يقول كده خرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي تواجته به أميه يوم فرحي ويوم فرح قلبه عشان كده يا حب عارفين رئاسة المسيح فين فين رئاسة المسيح من شاطر على كتفه الرئاسة على كتفه الناس كلها عايزة الرأس كده أحط تاج على رأس وأبقى معروفة أن أنا الرئاس المسيح قال لا الرئاسة هنا أقول ليه نايشين لا 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 مش نايشين يولد لنا ولد ونعتبنا وتكون الرئاسة على كتفه ويضع اسمه عجيبا هو عجيب الرئاسة جاية منين من الشيل من الحمل وبتلاقي وات جدع وبعدين شايف مامته شايل شنطة فقال لها ماما سيبيها فقال لحبيبي أنا هشي لا قال لها ماما سيبي الروح وحطتها بالحتة دي طبعا الأخوات ما بيعرفوش يعملوا الحتة دي لكن الرجالة بيعملوا كده فقال الرئاسة بتاعته على الحتة دي رئاسة الحمل والشيل واللي قال تعالوا إلي يا جميع مين اللي شايلين المتعبين وكمان ثقي لي الأحمل وأنا أنا هشيل عنها يقول أبعدت من الحمل كتفه في سفر المزامية يعني قلت له بص انت شايل أنا هشيلها فالموديل ده مش نافع أصلي ده هيهن عشان كده يا حبة الموديل ده مرفوض لماذا يرفض الناس المسيح رفضينه ليه تعرف هيرودس ده على فكرة لو شاف المسيح ان عنده سولجان وجيش وكده ربما كان يقدروا يحترمه لكن هيرودس ده جابه وبص عليه كده يقول واحتقره هيرودس مسيح سكت في المحاكمة وهيرودس ده بتاع الستات اللي بيعملوا حاجات غلط وجيب واحدة عارفينها اللي كانت هيرودية اللي كانت وجيب المسيح كأنه واحدة يلعب به مسيح يقول وكان يسوع ساكتا صامتا فاحتقره هيرودس ليه كان يود أن يرى آية قال له اعمل لي حاجة كده فالمسيح رفض لأنه ملك من نوع جديد ما هو ازاي بقيت الملوك عشان جده يا حبة أنا عايزة بشرك حاجة جميلة جد الملك ده عنده أكيد لما حضرتك تتعرف على حد كبير قوي وغني أكيد عنده يعني كرم كبير الكرم بتاعه ده نخزنهن عشان كده ما روح السماء هيودينا ورينا حاجات جميلة جدا كرمه حسب فاكرين مردخايت قال عنه في سفر أستير آية جميلة جدا يقول ماذا يعمل لرجل سر الملك أن يكرمه تخلي ما تروح السماء وربنا هيكرمك تمام اللي يقول لهم الكرم ده على الأرض لا يا عزيزي ده الكرم في السماء الشاب أغنى السماء لدرجة لدرجة إن هنمشي اللي منكم بيحب الدهب والذات الأخوات كل ما قولي أخت أخبار الدهب تقول لي أحلى حاجة في الدنيا لو عدي بعنده شواء الدهب إيه رأيك في الدهب اللي عندك ده في سفر رؤية بيقول وسوق المدينة من دهب يعني سوق المدينة يعني تدوس رجلين على على الدهب أصل الملك اللي احنا رايحله إيه يا خبتك يا غني اللي بتظن من الطراب هو الغنى ده احنا منتظرين ما يسمى بيت الآب المسيح إلهنا رفض في الحياة لأنه إله بلا تسأله مملكة الآن ليست من هذا العالم لماذا ارتجت الأمم وقامت الملوك كل ده بسبب أن يسوع ملك من نوع جديد ولربنا المجد في كنيسته آن